في إطار الروابط التاريخية والعميقة التي تربط بين مصر والبلدين الشقيقين ومع الشعبين الشقيقين الشعب السوري والشعب التركي وهذا ما أكدته القيالة السياسية في الاتصالات المباشرة مع الرؤساء في البلدين وكذلك زيارة السيد رئيس مجلس النواب المصري مع وفد البرلمان العربي إلى سوريا كل هذا يؤكد أننا جميعا نشعر بمسؤولياتنا التاريخية أمام هذا الشعب العريق ونقدم له كل الأنواع المساعدة ومستعدون للمزيد مع التواصل معهم هناك لتربيت أي رغبات وإن شاء الله ربما بالأمس كان هناك اجتماع مع البام وقررنا عمل زيارة ميدانية إلى سوريا وإلى تركيا إن شاء الله وتتم في هذا الشهر بإذن الله سادة الحضور نعرف جميعا أننا أمام تحديات كبيرة نعرف أن أمام عالم مضطرب ومشاكل غير مسبوقة تتعدد فيها المآسي ونرى النزاعات المسلحة والأزمات الاقتصادية والصحية والبيئية وأزمات الغزاء والطاق ومع دون دخول حالة التصعيد العسكري الجديدة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية بما في ذلك التلويح باستخدام الأسلحة النووية يواكب ذلك تدعيات التحولات الحيكلية التي تعيد تشكيل العالم وتفرض الكثير من الأعباء والتكاليف تحول في الطاقة والارتداد عن العولمة وعداد تشكيل سلاسل لإمداد نحو الإقليمية والوطنية والسعي لتحقيق الاستقلال في الغذاء والدواء والطاق ومدخلات الإنتاج ليصبح الأمن قبل التكلفة وأدى ذلك إلى مزيد من الإجراءات الحماية في الاقتصادات المتقدمة والتشازم وانقسام الاقتصاد العالمي وزيادة أوجاع الدول النامية من عبء الديون وارتفاع تكلفة التمويل كما يدخل الشرق الأوسط اليوم مرحلة جديدة وفيها محاور وعثر جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي والصناعي وهناك قوى كبرى جديدة يزداد حضرها في المنطقة لتملأ الفراغات التي تركتها القوى الكبرى القديمة بالإضافة إلى التدعيات الأمنية غير المتوقعة للأزمة الأوكرانية على العالم والشرق الأوسط وما أدت إليه من زيارة في الإنفاق العسكري العالمي خاصة في أوروبا وتغيير العقيدة العسكرية في بلدان أخرى في ظل هذه الأدمات والصدمات لابد أن نتساءل جميعا أين نحن من هذه الموضوعات سادة الزملاء لقد طال انتظارونها عبر الماضي عبر أكثر من 25 عاما ونحن نتحدث عن الشراكة الأورو المتوسطية وكانت مصر دائما في مقدمة المشاركين وكانت مصر دائما من المؤسسين الأوائل في هذا الموضوع وبعيدا عن الخطب الرنالة وبعيدا عن الأقويل والرؤى أعتقد أنه آل الأوان أن نتحدث عن شراكة من نوع جديد شراكة يفرضها الواقع نحول فيها هذه المحنة إلى فرصة ويبقى التحدي الحقيقي كيف نصنع ذلك كيف نرتقي ونحقق تطلعاتنا التي رسمت من أكثر من 20 عاما والتي لم تتحقق إلى اليوم إذا أردنا أن نحقق ذلك فلابد أن تكون هناك منظومة جديدة بقرارات جديدة تؤكدها الإرادة السياسية فأول المشوار هو الإرادة السياسية لدول الشمال مع دول الجنوب هل نحن حارسون بين المجموعتين أن نقوم بهذه المهمة السريعة أما أن الشمال انشغل في الأوان الأخيرة بمجهوليات ان تخصه في دول الشمال وأصبح دول الجنوب ربما حادث استثنائي لم يحظب بما تم الاتفاق عليه بزلت أستمع إلى ما قاله الرئيس الفرنسي حينما تحدث عن الاتحاد من أجل المتوسط وقال أن مستقبل الشمال في الجنوب ولكن أين هذا؟ لابد هذا أن يترجم إلى مبادرات جديدة ومن هذه المنصة وأقول لكم ما يحدث اليوم هي خسارة جمع لابد أن نتعز من دروس الماضي لابد أن نتعز من الدروس التي حرزت في هذه الأوان الأخيرة في نقص الغذاء والطاقة والدواء لابد أن نعرف أن هناك قوة وأن هناك قدرات وثروات طبيعية في جنوب المتوسط الآن الأوان الاستثمارها لابد أن نعرف أن القرى الشابة القرى الإفريقية الكبيرة والتي تحظى بشبابية أبنائها يمكن أن تقوم بدور كديد للقرى العجوز قرى أوروبا لابد أن نعرف أننا محتاجين إلى منظومة جديدة من الأعمال حينما قامت الصين بمشروعها الحزام والطريق أقامت له مرزمة كبرى لهذا الموضوع واتفقت مع كل الدول ورصدت لها إمكانيات مالية كبيرة واصلت إلى تريليون دولار فهل نحن مستعدون أن نقيم الوضع وأن نقيم منظمة جديدة للتعاون ترسم رؤى المستقبل للتعاون القرى المدوسطي من جديد في إطار شراكة جديدة في إطار تعزيم الموارد الطبيعية في إطار قيمة المضافة التي يتمتع بها الجميع هل نحن مستعدون الآن أن يكون لنا رؤى جديدة تطابق طموحات المستقبل هل نحن مستعدون الآن بين دول الشمال والجنوب أن نقدم أفكار غير تقليدية هل نحن مستعدون الآن أن ندرس كل سلبيات الماضية ونقف أمامها ونقول لقد كانت هذه الأخطاء التي سببت في نقص الكثير من الموارد الطبيعية والبشرية الموجودة اليوم اليوم في أوروبا هناك نقص كبير في حالة كثيرة يمكن للجنوب المتوسط أن يقوم بسدادها نحن نعلم أن مستقبل الجنوب ليس فقط في شمال أفريقيا ولكن الامتداد الطبيعي له أيضا في كل القرى الأفريقية الغنية بسروتها وقد رأينا المؤتمرات في أمريكا تقول أمريكا وأفريقيا واليابان اليابان وأفريقيا والصين الصين وأفريقيا أين أوروبا أين أوروبا وأفريقيا هذا سؤال محوري لابد أن نجيب عليه لأن هذا يعزم دولة دول الأفريقية مع أوروبا عن طريق دول جنوب المتوسط هناك فرص عظيمة يمكن أن نتحدث عنها وأنا الأواني أن نسمح هذه الرؤى نحن نريد أن تكون هناك مبادرات جديدة ترسم رؤى جديدة نضع فيها كل إمكانتنا نحن نريد أن نقدم أفكار جديدة لحكومتنا وأن نعود برؤى وأفكار جديدة نلزم بها حكومتنا حتى يمكن أن نعظم فيها بالأرقام التي تتحدث عن نفسها اليوم تصيب جنوب المتوسط لا يتعدى 2% من إجمال الاستثمارات شبال المتوسط وهذا رقم متواضع جدا المزالة الفوارق بين الشمال وجنوب الموسط في الدخول تصل إلى رزمية 1 إلى 6 الشمال المتوسط يركز مع شرق أسيا في استثماراته وفي استيراده وفي تجارته دون أن يركز مع جنوب المتوسط ومشروعات البنية الأساسية التي طلبنا بها جميعا في منظومة كبيرة لتعظم هذه الإرادات إننا نحن من هذا الكلام الذي تحدثنا عنه كثيرا إن منظومة البنية الأساسية لدول الشمال المتوسط مع الفكر الجديد يمكن أن يحقق الكثير قصوصا في موضوع الطاقة التي تفتقدها ربا ولقد كانت مصر سباقة في هذا المجال حينما عملت منظمة الطاقة في شرق المتوسط واقتمعت فيها مجموعة الدول شرق المتوسط وكانت النتائي البارعة التي وصلت إليها في استثمارات إيطالية في مصر وصل نتاجها إلى دول الشمال المتوسط في تصدير أكثر من 18 مليار دولار العام الماضي إلى أوروبا من الغاز الطبيعي أنا أعتقد أن المنظومة يجب أن يعد ترتبها ويجب أن تكون الحكومات لها نظرة جديدة في عمليات الاستثمار مع بعض لا نريد منح جنوب المتوسط لا يريد منح نحن نريد مشروعات استثمارية جادة نحن نريد تعظيم القيمة المضافة لما أردنا الطبيعية والبشرية وهنا أقول أن برامج التعليم وبرامج الاستثمار وبرامج نقل التكنولوجيا وبرامج الثورة الصناعية الرابعة يجب أن يكون هناك منظومة لتوطنها في جنوب المتوسط حتى نستطيع أن نحقق هذه الأهداف أريد أن أقول لكم أن مشروعات الغاز الطبيعي ومشروعات الطاقة ومشروعات الهيروجين الأخضر هي فرص كبيرة لاستثمار وتعظيم القيمة المضافة فيها وهناك كميات كبيرة جدا ووعيدة في جنوب المتوسط يمكن أن تكتشف وأعود أن أقول أن كل الاكتشافات التي حدثت في مصر تبشر أن هناك كل هذه المنطقة مليئة بالغاز الطبيعي ويمكن أن نسد حاجة شمال المتوسط أنا لا أريد أن أطيل لكنني أريد أن أقول لكم وأؤكد أنه لابد من وجود مشروعات كبرى من شمال المتوسط إلى جنوب المتوسط استثمارية ولابد أن يكون الأموال توطن هذه الصناعات في هذه المناطق واستفيد من القدرات الشبابية الموجودة فيها لا أريد أن أطيل ولكنني أريد أن أتخلم عن خريطة استثمارية أورمدوسطية جديدة ومؤسسات لضمان الاستثمار من نوع جديد وأريد أيضا أن أتحدث عن هذه الخريطة للتسويق والترويج ودور الإعلام حقيقة نعتبت في كل مرة على دور الإعلام في الاجتماعات والتصريحات السياسية ولكن لا المفتوض أن تكون هناك منظومة تسويقية وترويجية لكل هذه البرامج عبر الشمال والجنوب حتى يمكن أن نسويق هذه المشروعات المتاحة وأخيرا وليس أخيرا أتوقف عن ما يحدث الآن وأرى أنه من واجبي أن أتحدث إليه وأنا قلوي يدمي لما يحدث في القدس ثالث الحرمين قبلة المسلمين والمسيحيين ما يحدث يدمي القلوب لنا جميعا وقد رأينا ما تقوم به إسرائيل من طرد المواطنين الفلسطينيين ومن ضمار ومن سلب وذهب الأراضي وأقول لهم ليس هذا مفتاح السلام في المنطقة القضية الفلسطينية سوف تزالت وسوف تكون وسوف تزل هي بؤرة النزاع الحقيقية ويجب أن تحتل المرتبة الأولى ويجب على أوروبا وعلى العالم كله وعلى الأمم المتحدة بجميع منظماته أن يعي هذه المسألة وأن يعاملها رأينا عندما قامت الحرب في أوروبا العالم كله تجمع ومئات المليارات ذهبت للضمار والسلاح نحن نقول أيضا المشكلة الفلسطينية لابد أن تحظف هذا الاهتمام لابد أن نعي تماما أن شعب الفلسطيني الأعزل يقف يتطلع يريد السلام واقتمع العالم كله ووفق على وجود دولتين وإسرائيل ترفض حل الدولة وحل دولتين ماذا تريد؟ وأين الحل؟ وأين المسار؟ وماذا نقول لهم؟ وماذا نطالب منهم؟ وماذا نطالب من المجتمع الدولي أن يفعل؟ ها أنتم اليوم ومسلين هذه الشعوب هذه المسؤولية أحملكم مسؤولاتكم في بلادكم وأن تقولوا هذه مقولة قالها البام عشرات بل مئات المرات في اجتماعات المتتالية أقول لكم أن هذا النزاع هو النزاع سوف يبقى إلى الأبد ما لم تحل هذه القضية الفلسطينية وخلقنا الأوان كفى دمار كفى ماذا أقول؟ أنتم تعرفون ماذا يحدث في هذه البلاد ماذا يحدث في هذه البلاد؟ ورغم الإرادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الأعزل أنه يقف بكل بطولة وبكل جسارة أمام كل هذه التهديدات وأنا باسمكم جميعا أريد أن أحيي الشعب الفلسطيني العظيم الذي وقف أمام كل هذه المسؤولات جميعا نقد أن الأوان أن نجد حلا لهذه الموضوعات وأن تكون لنا وقفة جادة وأن تكون لنا وقفة أمام العالم كله وطالب الأمم المتحدة أيضا باسمكم جميعا أن تحل هذه الموضوعات كفى هناك 138 دولة اعترفت بفلسطين نريد أن تكون عضوة عاملة في الأمم المتحدة لماذا لا؟ ولماذا هيتأخر حتى الآن؟ قد كان منذ الأسبوعين في القاهرة حديثا للملوك والرؤساء العرب الرئيس عبد الفتاح السيسي قال كلماته والملك الأردن قال كلماته وأبو مازل رئيس فلسطين قال كلماته نريد السلام نريد من يضع أيدينا في أيديه للسلام وهذه المطالب المشروعة الحقيقية للشعب الفلسطيني أما أنا الأوان أن يعني الجميع مسؤولياته وأن يضع حلا لهذه الموضوع أنا أرجو باسمه جميعا أن لا يكون هذا نهاية المطاف وأن نرى هذه الموضوعات تحل في القريب العاجل أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر